ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا المختص بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية حيث وفقت اللجنة على ثمانية مشروعات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال الاجتماع استعرض مدبولي إجراءات إصدار الرخصة الذهبية بما يسهم في سرعة الإصدار وبالبدء في تنفيذ المشروعات مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات ومؤكداً أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومي ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات كما كشف أيضاً رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية ترجمة نانسي قنقر